اختتمت فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس شمال أفريقيا 2023 الذي استضافه البنك المركزي المصري على مدار يومين وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي وبحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله وأكد محافظ البنك المركزي أن الموضوعات التي ناقشتها جلسات المؤتمر بمشاركة مجموعة متميزة من الخبراء المحليين والدوليين وشركات التكنولوجيا المالية تدعم جهود الدولة بقيادة رئيس عبدالفتاح السيسي للتحول لاقتصاد الرقمي والتوصف في تحت المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية بحضور أربعة آلاف مشارك اختتمت فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس شمال أفريقيا 2023 بعدد من الجلسات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية والابتقار والدفع الإلكتروني زي ما بنقول النوع ده من المؤتمرات دايما بيكون عامل مساعد ورئيسي في توعيد وربط الأحداث ببعضها هي مش خطوة واحدة هي مجموعة من الخطوات فيها شق لي علاقة باللوايح والقوانين الدولة بتصدرها كل يوم عشان تقدر تحط هيكلة واضحة ونظام واضح لنظام الشمول المالي وازاي ندر ندعم القطاع الخاص بشكل كبير دي فرصة كبيرة لكل صراحة البايمنت الموجودين بمصر نتعرف أكيد مع بعضنا وتحتى توكونتروبيوت بالفاينانشل انكلوجينز أكيد فرصة تعرفين أن احنا كل اقتصاديات العالم عم تبرق بفرصة شوية صعبة بفترة صعبة زمنية أكيد وجود دي شركات هنا بمصر رح تساعد على تسهيل معاملات أكيد دولية والرقمية على هامش مؤتمر سيمليس عقد معرض لأكثر من مائة عارض من شركات التكنولوجيا المالية لعرض أحدث منتجاتها وحلولها الرقمية بمشاركة العديد من البنوك والشركات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة بالنسبة للفاينانشل انكلوجين التحول المالي الموجود في مصر الفترة اللي فاتت فالاتجاه العام للتكنولوجيا بدليل توجه الدولة كلها ده قدت إلى وجود مستثمرين من الخارج جم علشان خاطر ينفستو زي الشركة اللي أنا فيها دلوقتي ينفستو برقم كبير ومبلغ كبير في قطاع البنوك وقطاع التكنولوجيا للشركات السوق المصري سوق مهم جدا وسوق مؤثر جدا على المستوى للمنطقة العربية والشرق الأوسط سواء تقديم المنتجات الجديدة اللي نسميها عندنا التكنيزيشن أو المنتجات اللي هي اللي انت تريد تستخدم التليفون بديلا للبطاقة البلاستيكية سواء في معاملاتك سواء في طريقة الدفع بتاعتك كل التحديثات اللي احنا بنقدمها في الدول التانية الوقتي بنقدمها كمان موجودة في السوق المصري طبعا مع الالتفاق مع البنك المركز المصري ومع البنوك المصدرة تقام النسخة الحالية من المؤتمر تحت شعار بوابة التكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة عدد من البنوك المركزية بالإضافة إلى 150 خبير محلي ودولي